السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق شوي الاخوة الكرام اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحة والعافية الاخوة الكرام مواصلين معكم قضية مولات خزو الملقبة بمولات خزو اللي هي معتقلة هي والزوج اديالها في ملف اللي كيخص ابناء الزوج دياله اللي هما ربيباتها اللي هما المرحومة الطفلة زينب والطفلة ايمان اللي هي حاليا في الاصلاحية فبالنسبة للمستجدات اللي توصلنا بها اليوم في قضية مولات خزو واللي هو الهاتف ديال مولات خزو اللي داز في الخبرة وتجبدو منو تجيلات ومكالمات والشرطة بدت كتتدعي الناس اللي عندهم علاقة مع مولات خزو ده برا كل شي مرعود كل شي خايف قاعدوا كل اللي كانوا معاها في صفة ده بخرجوا اللي يقولوا الله أعلم الله أعلم الله أعلم حيضوا لنا غاوحدة وحد مولات الكاميو هذيك ما بغاش تحشم هذيك ما بغاش تحشم اليوم بالضبط الاخوة الكرام الناس في التحقيقات الناس في التحقيقات مع الفرقة الوطنية وما أدرا كما الفرقة الوطنية لأن القضية الإخوة الكرام رمشي سهلة باش يحققوا فيها غالبوليس راه هذي روح راه روح هذي القضية فيها اغتصاب طفلتين بجوج بجوج بهم مغتصابين الأولى توفات والتانية رانتم ما قد شوفوا الحالة كيفاش ديرا لإخوة الكرام بالنسبة لهذا الطفلتين هذو طريقة باش تغتصبوا كانت باشيعة كانت باشيعة إخواني أخوتي لكن الظروف اللي تغتصبوا فيها هذي البنيتات هذو راه مرت الأب كانت باقة ما تزوجاتش بباهم كانت باقة ما تزوجاتش بالأب ديالهم باش تمت هذي العملية ديالا اغتصاب هذي السيدة اللي تخيزوا كان كاري عندها القاراج ببيت الطفلتين وكان باقي مزوج بالزوجة ديالهم هذي الزوجة اللي فجأة عندها خطأ طيبي هه السيدة ما حمقاش ما مريضاش ما عندهاش مرض عقلي ما عندها مرض نفسي السيدة كانت تعرف تتكلم وتتعرف تهضر السيدة عندها خطأ طيبي فجأة هذي السيدة كانت توقف علاج لها حتى ما بقيتش كتنود فاحنا ولينا شاكين على انه هذي مرض تخيزوا عندها علاقة بالمرض ديال الام الطفلتين وهذي الطفلتين اللي بجوجهم طرعوا لهم هذي المشكيل بجوجهم تغتصوا بهالطريقة هذي علاش بالضبط هذي الطفلتين بجوج علاش ما تكونش غير وحدة فيهم علاش بجوج بهم الاخوة الكرام يعني هذي انتقام كنشوفوا انه هذي انتقام من هذي الوليدات ومن الامة ديالهم اشنو السبب اشنو السبب اللي خلالت سيدة تدير هذي هذا كامل في هذي الناس هذو لو العاجب والغريب في الامر هو انه هذي المطبي لنا والمصغريتي لهذا السيدة هذي اللي تيطلعوا ويقول لك اش بغيتوا عندها اش بغيتوا عندها حرم عليكم تفرقوا المرأة معاولادها شو ما يعديكم صيف تول مرأة للحبس واشحنا غدين ضربوا في القضاء واشحنا اللي ولينا انا كان دينوا الناس وكان دينوا الباشار واشحنا هنا ولينا كان فرقوا في التوام حنا هنا ولينا كان فرقوا في التوام على الباشار راه القضاء هو اللي كايدين وهو اللي كايتهم وهو لكيب الرأح حنا هنا ايه ken جيبوا لكم الاخبار وكنقولوا لكم هاشنو كاين هنا واشنو كاين هنا والميلف الان باقي مشمول بالسرية اما باش يطلعوا المطبيلين والمصغريتين ويبقاوا هذي نضربوا هذي العمارية واش مهمكم ش مهماتكم مهما ما تكون ش ديك الروح مهما ما تكون ش ديك الوليدات صغار اللي تكرفسوا ديك التكرفيسة كاملة مهما ما تكون ش تصريح ديال البناي مهما ما تكون ش تصريحات ديال الناس اللي تيقولوا الحق وخايفين وتيقول لك احنا خايفين على راسنا هذيك السيدرها عندها عصابرة وما مافيا وهي اللي بالسانة خارجة وتتقول انا قضيتي غدي تقلب المغرب سفاعل عليه يعني هاتشي هادرة يزيد يأكدك يزيد يوضح والتليفون الهاتف ديال هاللي يمشى للخبرة هاداك ايش بدليف الخابية الداخل هاللي في الخابية الداخل كله غدي تجبد الفرقة الوطنية رمات تستهتروش بيها الفرقة الوطنية اللي كتبحت في هاد الميلف هادا الاخوة الكرام لانه ميلف خطير جدا وهناك ضحايا واللي هما اطفال صغار والبنت اللي توفات حنا خاصنا نعرف سباب الوفاة شكل ديك البنت ديك الحالة اللي الام ديالها ما حضراتش شنو يعني علاش هاد الام هادي ما تسيقش الخبار لا البنت هاللي ولا راها تغتصبات لا راها في الصبيطار مريضة نعسا اللي مرت الاب اللي كانت ديك ساعة باقي ما مزوجيش بالأب كانت باقي ما تزوجتش بيه كانو غا عصحاب عم صاحبي هي اللي مشات نعساة في الصبيطار مع البنت الصغيرة اه مرت الاب اللي دبا مرت الاب ما كانش مرت الاب ديك ساع هي اللي نعساة مع البنت في الصبيطار فينا هي امها فينا هي جداتها يعني حاولوا انه هما يسيقوا الخبار لتاشي واحد الجده ما سيقى الخبار اللي يلخ chưa مناسيقوا مرت اكừ يعني لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكيف يؤقل ما تسيقش الخبار للأب كيف يؤقل وكيف يعقل على النفوزيك تربي بنات راجلها وولدها يتربع عن زوجة الأب دياله يعني هناك علامة استفهام إخواني أخوتي واللي سيجاوبنا على هذه العلامات استفهام واللي سوف يفرأت والعنبة السوداء هي إيمان نحن نقولها ونعودها الأخوة الكرام هذه القديرة أكبر من حمزة مون بيبي حمزة مون بيبي كان يضلم ناس كبارين في السنة أما هذه زوجة الأب أما هذه مولا تخزو ضلمات الطفولة لا للظلم لا للفساد لا للطفولة المغتصبة ولا لقتل الأطفال الأبرياء هذا الشيء راح حرام قبل ما يكون حشومة هذا الشيء راح حرام عند الله سبحان الله والروح عزيزة عند الله فهذا الشيء اللي يخلى الميلف من بعد ما تتواعام هذه اليوم ها هو خرج للعالم وها هو اليوم احنا كنناقشوه معاكم وها هو اليوم احنا ما غديش نسكتو وضورنا البرابول كيف ما كنقولو باش هات السيدة تنال الجزاء ديالها والقضاء خير ودليل الى ادان هالقضاء فاحنا ما غديش نسكتوها الاخوة الكرام فحق الطفولة المغتصبة فلقد تم حجز جميع الكاميرات ووسائل التسجيل والهواتف الموجودة بمنزل الغولة بمنزل مولا تخزو من طرف الشرطة والاكيد انها هكا تتوفر على ويلات على ويلات اخواني اخواتي والروح عزيزة عند الله واكيد الحق غديبان اخواني اخواتي وحنا مستمرين معاكم في هاد الميلف هذا دائما معاكم في هاد القضية هدي وحنا ما غديش نسكتوها الاخوة الكرام فرجاء رجاء ادعمونا بلايكاتكم وتعليقكم واشتركوا في القناة الى بقي ما مشتركينش فعلوا زر الجرس باش هكا تتوصلوا بالجديد دا الفيديوهات قناة فوق شو غاية خليتلكم مرة حنتلقى في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم